كما شهدت اللجنة الفرعية في سلطنة عمان توفدا من قبل المصريين للإدلاء بأصواتهم وقام سفير مصر بسلطنة عمان ورئيس اللجنة الانتخابية بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والكونسولية من داخل المقر الانتخابي بالإشراف والتأكيد على وجود كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العمليات الانتخابية في أول يوم من أيام التصويت